السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي الصناعي جميع الشعب في أولى حلقات مادة الرياضيات للترمي الأول للعام 22-23 أنا عايز أقول لكم أننا مستمرين معاكم للعام الثالث على التوالي فعايز أدخل معاكم كده وأقول لكم المنهج بتاعنا عبارة عن إيه المنهج عندنا في الترمي الأول فيه بابين أو فصلين تمام الباب الأول اللي هو الهندسة التحليلية وده إن شاء الله هنتناوله على حلقتين أو ثلاثة ثم حساب المثلثات ده الكلام ده في الترمي الأول عندنا في الترمي الثاني تلات أبواب الدوالي الحقيقية والمنطق الرياضي والأعداد المركبة فإحنا كده عندنا الفصل الدراسي الأول أو الترمي الأول يتعتبر من الدروس السهلة جدا فتعالوا يلا نبدأ بينا وهنشوف هنعمل إيه في الترمي الأول هنقول تقسيم قطعة مستقيمة ده أول درس عندنا فين في الباب الأول تقسيم قطعة مستقيمة طيب واحد يقول لي يا أستاذ أنا سمعت كلمة تقسيم القطعة المستقيمة كنا بنقول عليها منتصف القطعة أقول له هو فعلا القانون اللي احنا خدناه في الصف التالت الإعدادي احنا هناخده السنة دي وهنزود عليه قانونين تاني اللي هو إيه؟ اللي هو من الداخل ومن الخارج وخلي بالك القانونين شابه بعض معدى اختلاف الإشارة فقط هنلاقي إن في الداخل الإشارة موجب تابه في الخارج الإشارة سالك ونفس الكلام اللي موجود في القانونين هو واحد طيب الأول عايز أقول يعني إيه منتصف قطعة مستقيمة يعني إيه هندسة تحليلية يعني إيه نقطة يعني إيه إحداثي تعالوا بقى نشوف مع بعض هنا لو أنا قلتلك الإحداثي السيني والإحداثي الصادي أنا عندي هنا محور الإحداثيات دي المستوى الإحداثي اللي عندي دي السينات الموجب ودي السينات السالبة دي الصادات الموجبة ودي الصادات السالبة ركز معي بقى في حاجات هنحتاجها معانا في حتى الدرس التاني اللي هو لما نيجي نخش في حساب المسلثات محتاج ان انا اعرف الاربع اربع بتاع الشبكة اللي عندي انا عندي الربع الاول ده الثاني نمشي بالترتيب كده الثالث الرابع طب هيفيدني في ايه ده اقولك الربع الاول السيم موجب والصد موجب يعني الاتنين هم موجب طب في الربع التاني اكيد السيم ايه بالسالب والصد هي بالموجب يبقى الاتنين اللي فوق الصد عندي بالموجب طيب اللي عندي الربع التالت السيم بالسالب والصد بالسالب طب الربع الرابع هنلاقي ان السيم هي اللي بالموجب والصد بايه بالسالب تعال نشوف كده بقى عند الربع الاول والرابع السيم موجب الربع التاني والتالت السيم سالب طيب واحد يقول لي يعني ايه يا أستاذي الأولينية يقول له ده الإحداث السيني وده الإحداث الصاد فلما أقول لك فيه نقطة سالب 2 و5 أين تقع هتقول لي سالب 2 يعني السينات في النحية اليسار الصاد موجبة يعني فوق يبقى الربع الثاني صح طيب أنا ليه عملت المقدمة دي عشان أقول لك تعال بقى نشوف تقسيم قطعة مستقيمة أنا عندي القطعة المستقيمة ألف بقى أدي ألف ودي بقى ألف لها إحداثيات سين واحد وصاد واحد طيب أنت ليه سمتها أقول لك عشان أعمل خلال فرق بين سين واحد وصاد واحد يعني أعمل فرق بين ألف وبقى فسمتها لك سين واحد وصاد واحد سين 2 وصاد 2 طيب أنا عايزة أجيب نقطة المنتصف دي هسميها جين دي اللي هيكون سين وصاد طيب إيه القاعدة أقول لك جيم اللي هي المنتصف ما الهدي قال لك مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2 طيب داخل إيه داخل القصيم بتقول إيه النقطة طيب أنا عايزة أدي مثال تعال نشوف المثال اللي عندي المحلول على الشاشة بيقول لي إذا كان ألف بستة واربعة والباق 2 وثمانية أوجد إحداث النقطة جيم التي تنصف ألف باق أكتب القانون الأول مجموع السينات سين واحد زائد سين 2 على 2 وصاد واحد زائد صاد 2 على 2 ثم أشوف بقى أدي السين واحد هنا بكام بستة طيب سين 2 بكام باتنين أجمعهم مع بعض يطلع تمانية طيب تمانية لما أسيمها على 2 تديني أربعة يبقى الإحداث السيني أول حاجة أربعة طيب الصادات أربعة وتمانية مجموعهم كام اتناشر يبقى أقسم 12 على 2 يطلع لي 6 يبقى أنا عندي أول خطوة في المسألة عندي إن أنا أعمل إيه أجمع السينات وأقسم على 2 أجمع الصادات وأقسم على 2 تعالوا نشوف المسألة هنحلها بقى على الورق مرة تانية عشان نأكد هقوله المنتصف أعمل كده أنا دايما نقول للطلاب اعمل الإشارات والأقواس الأول مش هتغلط يعني ايه حطة القوسين حطة الكسر حطة زائد حطة الفصلة حطة الاتنين تعالوا بقى نشوف هل هتكتب القانون اكتب القانون سين واحد سين اتنين صاد واحد صاد اتنين دي سين واحد ودي سين صاد واحد دي سين اتنين ودي صاد اتنين تعالوا بقى نشوف اعمل كدهو تاني زائد تحتها اتنين زائد تحتها اتنين وبعدين لما نجمع سين واحد بكم بستة هتروح مع الاتنين نجمعهم مع بعض آسف هنا وهنا عندي اربعة وتمانية ستة زائد اتنين كام تمانية على اتنين اربعة اربعة زائد تمانية كام اتناشر على اتنين يبقى ستة يبقى المسألة الاولينية طلعت كام طلعت ها اربعة وستة طيب السؤال ده بقى انا عايز هننتبع مع بعض السنة دي اتباع جديد ايه هو ان انا هتديك مسائل واجب وانت في البيت هتحلها بعد ما تشوف الحلقة في التلفزيون وتشوفها على اليوتيوب انا بنزلها بتنزل على موقع القناة بتاع القناة اليوتيوب بتاع القناة وقناة التعليم الفني وانا بنزلها على القناة عندي فانت حل واعملها سكان وابعتها لي وانا صحح لك الحل فانا عندي هنا مسألة واجب اللي هو هتبقى خمسة وسالب واحد واثنين وثلاثة حلها ده معاك وهتديك الواجب اللي على الشاشة دلوقت سالب ثلاثة وسبعة واربعة وسالب خمسة وهتدي لك الاجابة الواجب هو على الشاشة عندي دي اللي انت هتحلها لي وهتبعتها لي طيب انا عايز ان انا اقول لك الناتج الناتج هيطلع نص وهيطلع واحد يبقى الاجابة اللي عندي نص وواحد دي ايه الاجابة بتاع الواجب اللي عندي الاولان طيب تعالوا نشوف مسألة تاني مسألة جميلة جدا بيقول لي ايه ميم هي نقطة تقاطع قطري متوازل اضلاع جيم دال حيث الميم واحد وتلاتة والجيم سالب اربعة وسالب خمسة والدال اربعة وسالب واحد اوجد احداثي كل من الف وباء تعالى بقى نشوف التمرين ده في كتاب المدرسة صفحة 11 رقم 5 تعالى نرسم متوازل اضلاع هو بيقول لي ميم نقطة تقاطع القطرين يبقى انت في الحالة دي لابد انك انت تعمل ايه توصل القطرين وتقول له هنا الميم طيب هي النقاط اللي عندك الميم بواحد وتلاتة وعطي لك الالف مجهولة والباء مجهولة عطيك الجيم بسالب اربعة وسالب خمسة وعطي لك الدال باربعة وسالب واحد واحد يقول لي طيب انا يعني المفروض ان انا ارجع لاعدادي اه الرياضيات متركمة على بعضية في ايه لابد انك انت تبقى عارف حتى من دروس اللي ابتدائي معانا في المرحلة ايه الثانوية طيب انا عندي خواص متوازل اضلاع كان بيقول ايه القطران ينصف كل منهما الاخر تعال نشوف يعني الف ميم يسوي ميم جيم وباء ميم يسوي ايه ميم دال يبقى انا بقول لك القطرين ينصف كل منهما الاخر الله يعني ميم في المنتصف طيب انت عارف ان ميم في المنتصف اللي هي واحد وتلاتة طيب المنتصف ده عبارة عن ايه انت قلتنا اهو مجموع السينات على اتنين ومجموع الصلاة على اتنين طيب ما هنسمي دي سين واحد وصد واحد اهو تعال سين واحد زائد سلب اربعة ادي سين واحد سلب اربعة احطها اللي في قوص جميل صد واحد وسلب خمسة الكلام ده بيسوي ايه بيسوي واحد وتلاتة طيب انت بتعمل ايه في الحالات اللي زي دي بتقول المسقط الاول يسوي المسقط الاول يعني عندي سين واحد زائد سلب اربعة يبقى ممكن اقول سالف في موجب بسالب على طول على اتنين الكلام ده بيسوي واحد طيب انت لما يجيلك اه متطبقة زي كده ممكن تقول ايه اقول اخلي المقام بواحد واضرب طرفين في وسطين يعني سين نقص واحد نقص اربعة في واحد بسين نقص اربعة اتنين في واحد باتنين تعال نشوف انا قلتلك قبل كده لما تيجي تتعامل مع المعادلات انقل الحارة التانية وغير الاشارة وطبق القاعدة بتاعتنا اللي احنا بنقول ايه من حارة الحارة نغير الاشارة انت هتنقل سالب اربعة هتنقلها لنحية التانية تبقى موجب اربعة يبقى هنا سين يسوي اتنين زائد اربعة يبقى السين بكام يبقى اول حاجة جبت سين واحد ديت طلعت بستة يبقى جبت الاحداث الاولاني طب اللي عملته مع السين اعمله مع الصاد هقوله صاد واحد نقص خمسة على اتنين يسوي تلاتة تعال بقى نشوف المسائل زي بعض هخلي المقام واحد هضرب الطرفين في الوسطين يبقى صاد نقص خمسة في واحد بصاد نقص خمسة اتنين ضرب بتلاتة بستة حط يسوي تحت يسوي طبق القعدة بتاعتك لما نروح من حارة الحارة نغير الاشارة يبقى صاد واحد اللي انا عايزها دي هتسوي ستة وغير الاشارة بتاع الخمسة خليها موجب يعني صاد واحد تسوي احداشر يبقى النقطة الف اللي انت عايزها طلعت السينات بكام بستة والصادات بكام باحداشر الله طب انا جبت الان هو عطيني المنتصف وانا جبت احداثيات النقطة يعني المسألة دي ممكن تجيلي بطريقتين مباشر واقول لك هتمنتصف الايه القطعة هتقول لي مجموعة السينات على اثنين ومجموعة الصادات على اثنين لكن انا ممكن اعلم عكف التمارين واجب لك حتة زيادة شوية عشان تشغل ايه مخك معانا بقول لك اعطيك المنتصف وقول لك هتاحداث النقطة انت بكل بساطة هتطبق برضو القانون بتاع المنتصف اللي هو ساوي ايه مجموعة السينات على اثنين ومجموعة الصادات على اثنين خلي بالك انا بقول لك مجموعة يعني الاشارة موجب طب افرض العدد يا استاذ فيه سالب اقول لك اتعامل معاه اضرب موجب في سالب هيطلع معايا ايه سالب تعالوا نشوف ازاي نجيب النقطة باء بنفس الطريقة عايزين نجيب باء هقول له باء المنتصف كان واحد وثلاثة المنتصف عندي واحد وثلاثة يساوي انا هسمي النقطة باء سين اثنين وصاد اثنين عشان افرق بينها وبين الف وهقول له المنتصف واحد وثلاثة هساوي سين اثنين زائد اربعة على اثنين وصاد اثنين زائد سالب واحد على اثنين يبقى هقول له سين اثنين زائد اربعة على اثنين صاد اثنين زائد سالب واحد خلي بالك انا بحطها في قوس انتبه طب انت هتعمل ايه بعد كده زي ما عملنا الخطوة الاولى هقوله سين 2 زائد 4 على 2 هتساوي الواحد والنحية التانية صاد 2 اضرب بقى خلاص انت بقت شاطر اضرب مجف سالب بسالب على 2 هتساوي ايه 3 جميل قوي انت اي متطابقة زي كده بتخلي المقام واحد ليه عشان استخدم طريقة المقص طرفين في وسطين خلاص يعني المسائل ها بقى تعتبر نمط واحد سين 2 زائد 4 يساوي 2 ها من حارة الحارة نغير الاشارة وعتنساها يبقى سين 2 يساوي 2 الا 4 لما نغير تبقى كام هتبقى سالب 4 يبقى سين 2 طلعت بسالب 2 تعال نشوف النقطة التانية صاد 2 نقص 1 اضرب 2 في 3 بكام بستة طب ودي الحارة التانية يبقى صاد 2 تساوي 6 زائد واحد لان احنا غيرنا هتساوي كام سبعة يبقى النقطة اللي عندك بتاع باء طلعت كام طلعت سالب 2 و7 سالب 2 وكام و7 جميل انا كده جبت منتصف قطعة مستقيم طب الكلام ده احنا كنا عارفين يا أستاذ فيه اللي فات قبل كترة تعال بقى نشوف الجديد عندي ركز معايا القانون انشبه بعض التقسيم من الداخل والتقسيم من الخارج طيب ايه الخلاف ايه الاختلاف قالك الاختلاف في الاشارة في الداخل الاشارات موجب فوق و تحت في الخارج الاشارات سالب فوق و تحت يعني لو عرفت قانون اقدر اجيب التاني فاحنا ببنقول لك شحفظ بنقول لك افهم تعالى نشوف بقى التقسيم من الداخل خليك معايا على الشاشة بيقول لي احداثي نقطة التقسيم جيم التي تقسم الف باء القطعة الف باء من الداخل خلي بالك ان الجيم تنتمي للقطعة الجيم تحت عن رسمة هي احداثيات دي سين واحد وصد واحد احداثيات باء سين اثنين وصد اثنين احنا هنعمل ايه قال لك القانون سهل جدا نقطة التقسيم دي جيم تنقسم بنسبة بنسبة ايه باء ميم واحد الى ميم اثنين هسميها كتر يعني من الف الى جيم دي هنسميها ميم واحد ومن جيم الى باء هنسميها ميم اثنين طب القانون بيقول لي ايه بيقول لي ميم واحد في سين اثنين خلي بالك هيبقى فيه عكس زائد ميم اثنين في سين واحد على ميم واحد زائد ميم اثنين تعال نقرأ مع بعض اللي احنا قلنا هنا اول حاجة الاشارات موجبة ميم واحد معاها سين اثنين ما بقولش سين واحد ميم اثنين يبقى معاها سين واحد اللي هعمله في السين هعمله في الصاد هو نفسه يبقى ميم واحد في صاد ايه صاد اثنين زائد ميم اثنين في صاد واحد خلي بالك يبقى فيه ايه بنعمل العكس الارقام على تحت دايما ميم واحد زائد ميم اثنين طيب عايز اقول القانون تاني تعالوا نكتبه عشان بالقراءة والكتابة يبقى واضح ادي النقطة الف سين واحد وصاد واحد ادي النقطة جيم اللي هي سين وصاد ادي النقطة با سين اثنين وصاد اثنين قادي الميم واحد وقادي ميم اثنين جميل اول تعال نشوف انا عندي هنا المنطقل ايه من الداخل خلي بالك لان انا عندي من الخارج ومن الداخل بقولك من الداخل اول حاجة عندي الاقواص كبيرة شوية اه عشان احنا بنضرب الاشارات موجب جميل حضرتك قلتنا ايه ان احنا هنعمل الاشارات والاقواص الاول طب هنا هنضرب نشوف بقى تعال انا بعملها ازاي ميم واحد فوقه تحت ميم اثنين فوقه تحت وزي ما عملت مع السين اعمل مع الساد جميل اوي طيب هنا بنعمل ايه السينات وقلتنا يا استاذ ان بنعكس يعني ميم واحد يبقى سين اثنين يبقى انا احط هنا سين اثنين يبقى هنا اكيد سين واحد خلي بالك واحد اثنين اثنين واحد طب اللي زيها بالزبط يبقى الساد ها اثنين صاد واحد تعال كده تاني بقى ركز معي ميم واحد ظهرت فوقه تحت ميم اثنين ظهرت فوقه تحت نفس الكلام في السادات هنا سين اثنين وسين واحد زيها صاد اثنين وصاد واحد تصدق ان انا اقولك لو عرفت بس المسقط الاول في القانونين دول تقدر تجيب القانونين كلهم لانك انت بتكرر نفس الكلام بتشيل بس السين وتحط مكانها صاد وفي القانون بتاع التقسيم من الخارج بتشيل الاشارة الموجب وتخليها سالب ايه الكلام الجميل ده يعني انا لو قدرت احفظ لا قلتلك عايز احفظ هاحفظ الجزء الاول فقط وهكرره مع السادات وهو نفس الكلام بس اغير الاشارة في التقسيم من الخارج تعالوا نشوف القانون بتاع الخارج واكتبه معاك بالمرة ادي الالف ودي البا الجيم هنا برا الجيم هنا ايه برا فانا عندي ادي الف لحد الجيم هسميها ميم واحد والجيم والبا هسميها ميم اتنين هسميها ايه ميم اتنين طب انت عندك نفس الاحداثيات بتاع سين واحد وصاد واحد ايوة بتاع الالف سين اتنين وصاد اتنين بتاع البا الجيم اللي هي سين وايه وصاد هقوله بقى من الخارج حضرتك قلتنا ايه بقى القس كبير وفوق سالب وتحت سالب هنا ضرب وهنا ضرب تعالا نشوف احنا اكيد ميم واحد موجودة فوق وتحت ميم واحد فوق وتحت زيها الناحية التانية الله طب ميم اتنين تخيل لو انت بتكتب بقى القانون كده هتغلط طيب انا عندي هنا السين انا هكتبهم من غير ايه ارقام عشان افكرك انت بتقول لي عكس بعض بيبقى مختلفين مع الميم واحد ميم واحد يبقى سين اتنين شوف سالة ازاي طب ميم اتنين يبقى سين واحد اللي هعمله في السينات هعمله في الصدات ادي القانون الاتنين عندك تخيل بقى انك انت في القانونين دول اللي هو هيجي لك سؤال عليهم اكيد في الامتحان هتبقى فاكر وحافظ بس الجزء الاولاني اللي هو المسقط الاول وتعرف ان فيه ميم واحد فوق وتحت وميم اتنين فوق وتحت وتقدر انك انت تحط السينات معاهم هنا وفي النحية التانية تحط الصدات القانون التاني بتاع ايه الخارج هتغير بس الاشارة تعالوا بقى نطبق الكلام ده تعالوا نشوف مسألة ازاي نحلها انا عندي مثال موجود بيقول لي ايه اذا كانت الف بكام تلاتة واربعة والباء بسالب اتنين وخمسة ايه المطلوب عندي هنا بيقول لي اوجد احداثي النقطة جيم التي تقسم الباء من الداخل بنسبة اتنين الى ثلاثة تعالوا نشوف عندنا الحل موجود ده مثال عندي هون مثال على الشاشة ومثال عندي محلول بنقول ايه جيم نقطة المنتصف اول حاجة اكتب القانون القانون بيقول لي انه هو من الداخل يبقى الاشارات موجب يبقى ميم واحد سين اتنين ميم اتنين سين واحد على ميم واحد زائد ميم اتنين وميم واحد صاد اتنين زائد ميم اتنين صاد واحد على ميم واحد زائد ميم اتنين طيب تعالوا نشوف النقطة الف ادي سين واحد وصاد واحد باء سين اتنين وصاد اتنين من الداخل يبقى ميم واحد اللي هي الاتنين ميم اتنين اللي هي تلات هتشيل ميم واحد وتحط الاتنين اهو وهنا اهو هتشيل ميم اتنين وتحط تلات ادي التلاتة هي هتشيل سين اتنين وتحط سالب اتنين سين واحد وتحط تلاتة صد اتنين خمسة صد واحد اربعة ثمت على اضرب اتنين في سالب اتنين بسالب اربعة تلاتة في تلاتة بتسعة 2 زق 3 بكام بخمس تعال نشوف المسقط الثاني 2 في 5 بعشرة 3 في 4 بـ 12 2 زق 3 بخمسة طيب اجمع 9 نقص 4 خمسة على الخمسة فالواحد 10 و 12 22 على الخمسة ممكن اسيبها كده وممكن اطلعها بالآلة 4 و 4 من 10 او ممكن 4 و 2 على 5 باي طريقة تعجيبك طلع لي الإجابة تعال بقى أعلمك طريقة ازاي تجيب لي منها ايه الجدول ده تعال بص شوفين بحط النقطة الاولى اللي هي الالف 3 و 4 اديت 3 و اديت 4 وبحط النقطة تحتها بقى سلب 2 و 5 وبحط النقاط التقسيم اللي هي النسبة اللي عندي دي 2 إلى 3 احط اتنين و 3 وحط عليهم دايرة وتعال بقى الطريقة بتاعتها ازاي هتمسك تبدأ بميم واحد تضربها في مقص في سلب اتنين و ميم اتنين تضربها في العدد اللي هو هيبقى سين واحد اللي هو التلاتة زي ما عملت في السينات هعمل في الصدات اتنين تضرب في الخمسة والتلاتة في الاربعة تاني يبقى انا بكتب النقطتين السينات تحت بعض والصدات تحت بعض وبحط نقاط التقسيم في النص وحطهم فيهم دايرة واضرب ميم واحد في سنة اثنين ميم اثنين في سنة واحد واللي أعمله في السينات أعمله فين في الصدات تعالوا نشوف مسألة نحلها مع بعض دي كانت تمرين الكتاب المدرسي صفحة 11 رقم واحد تعالوا نحلها مع بعض وأنا حب أرسل ليه الرسمة هيوضح لك حاجات كتير قادي الرسمة هو قادي الألف أربعة واثنين وقادي الباء سالف خمسة واثنين أيضا وعايز نقطة تقسيم جيم بنسبة واحد إلى اثنين طيب أقول لك أنا كمان بحب إيه بحب أن أنا أعمل المسودة وحط فيها العناصر يعني إيه يا أستاذ الكلام دا أقول له ميم واحد ميم اثنين سين واحد صد واحد سين اثنين صد اثنين إيه الكلام دا أقول لك أيها عشان هسهل لي في الحل ميم واحد بواحد ميم اثنين باثنين سين واحد باربعة صد واحد باثنين صين اثنين بسالب خمسة صد اثنين باثنين طيب لكن أنا مطالب أعمل كده لأ دا أنا بقول لك عشان تقدر تحل تبقى فاهم وانت بتحل بقى تبقى مستمتع بالحل بتاعك ليه؟ لأنك انت أيديه بقى تشيل الرمز وتحط العدد بتاعه فأنا عايز إيه؟ من الداخل أذكر نفسي أقول له من الداخل واجه عامل قص كبار تمام طيب من الداخل يبقى الإشارة موجب الإشارة إيه؟ موجب هنا فيه ضرب وهنا فيه ضرب طيب هل يلزمني إن أنا أكتب القانون يفضل؟ ممكن أخذ عليه درجة حتى لو معرفتش عوض أو عندي أخطاء في التعويض الأستاذ هي إيه؟ هيديني درجة على أسنة كاتب القانون طيب لو أنا حلت على طول أحيانا إحنا بنكتفي بالحل على طول أنا هقول لك اكتب القانون أدي بيم واحد ميم واحد ميم اتنين ميم اتنين ميم اتنين أنا عندي هنا إيه؟ جميل قوي طيب عندي السينات أعملها بلون تاني عشان تبقى واضحة هنا تبقى سين اتنين سين واحد واللي أعمله في السين أعمله في الصاد الله أنت شايف الكلام ده؟ موجود عندك أهو يعني أنا بقول لك الموضوع بقى سهل جدا جدا أهو حط زائد فوق وتحت حط هنا ضرب عوض يلا ميم واحد بكام؟ بواحد أدي واحد 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 ميم اتنين باتنين تنين أتنين 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 تناول aula stop list اتنين سين اتنين سين اتنين بيسليف خمسة أهي طيب سين واحد اربعة صاد اتنين باثنين صاد واحد باثنين طيب يا سيد انت مش انت قلتنا ان احنا هنحطاه هنا اقوله تعالي انا بعملك بكل الطرق النقطة الاولى اربعة واثنين سالب خمسة واثنين هحطلك الميم واحد وميم اتنين داخل دايرة اهو تعالي بقولك ان دا كده وده كده يبدأ بالميم عند الميم الاول تعالي نتأكد كده واحد في سالب خمس اهو اتنين في اربعة اهي الله طيب واحد في اتنين اهي اتنين في اتنين اهي يعني تعملها كده تعملها كده بقى عارف القانون انا يهمين انك تعرف تعود تعالي بقى نشوف نضرب واحد زاد اتنين تحت تلاتة نخلص منها واحد في سالب خمسة بسالب خمسة زاد اتنين في اربعة بتمانية واحد في اتنين باتنين واتنين في اتنين باربعة يلا بقى اجمع يا بطل سالب خمسة زاد تمانية يعني موجب تلاتة على تلاتة فيها الواحد اتنين زاد اربعة ستة على تلاتة فيها الاتنين يبقى النتج النهائي طلع كام؟ واحد واتنين انا بحطها لك على الشاشة هيا بحط لك دايما الاجابات تحت عشان انت ايه عارف الاجابة فيها يبقى الاجابة عندي هنا ايه؟ واحد واتنين دي كان السؤال في كتاب المدنسة صفحة 11 رقم واحد طيب تعالوا نشوف مسألة تاني احنا عندنا افكار كتيرة تعالوا نشوف مسألة من الداخل ايضا طيب ازاي عرفت من الداخل اقول لك تعالوا هنشوف نكتب المسألة بتاعتنا بيقول لي على الشاشة ايه اذا كان الف بثلاثة وسلبة اربعة والباء بسلبة اربعة وخمسة اوجد احداث جيم تنتمي الالف باء يعني هي جوة انا عشان كده عرفت انها من الداخل بحيث ان ثلاثة الف جيم يسوي خمسة جيم باء خلي بالك احنا بناخد افكار في المسائل عاطيني الالف بثلاثة وسلبة اربعة والباء بسلبة خمسة واربعة وعاطيني بقى العلاقة هو مش عاطيني نسبة لكن هو عاطيني علاقة تعالوا نشوف العلاقة دي هنطلع منها النسبة ازاي دي الالف ودي الباء وهنا الجيم جميل اوي تعالوا نشوف لما اقول لك الف جيم هتقسمها على جيم باء هيساوي خلي بالك انت الساحب مرايح وامشي معاه امشي معاه كأنك بتلف ايه عكس عقارب الساعة تمام؟ يعني هتقسم الخمسة على الثلاثة شايف؟ شايف شكلها جميل ازاي؟ ادي السهم رايح من اليمين لليسار كمل يبقى من اليسار الى اليمين يبقى انا عندي هنا خمسة وهنا ثلاثة واحد يقول لي طب انا عايز اتأكد اقول له عيب عليك تعالى ادرب طرفين في وسطين الالف جيم في ثلاثة بتلاتة الف جيم اه صح طب الجيم بقى في خمسة بخمسة بقى جيم صح يبقى انا هنا لما يديني العلاقة دي اقدر اطلع النسبة يبقى النسبة خمسة على ثلاثة يبقى هنا خمسة وهنا ثلاثة تعالى بقى نعملها بالطريقة دي اكتب لي النقطة الاولى النقطة التانية تحتيها انت قلت الايه الاااااا الايه دي اسمها ايه نقطة التقسيم ايوة النسبة ايوة النسبة كام خمسة وهنا ثلاثة انت بتحطوهم دخل دايرة ايوة عشان ابدأ بيهم خلي بالك انا هبدأ بايه بيهم طب تعالى نشوفه هنا هنبدأ بفوق الاول يبقى خمسة فسلب خمسة ثلاثة في ثلاثة خمسة فاربعة ثلاثة فسلب اربعة طب عملي قوس كبير بقى قوس صغير جميل انت بتشتغل على ايه على الداخل يبقى الاشارات موجبة فوق ضرب وتحت ضرب تعال بقى انا خلاص عرفت القانون ميم واحد اللي هي كام يا استاذ خمس حطها هنا وهنا 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 ميم اتنين اللي هي تلات اهي صعبة كده ايه الجمال ده تعال نشوف يا استاذ انت قلت خمسة في سلب خمسة يبقى دي سلب خمسة وتلاتة في تلاتة خمسة في اربعة وتلاتة في سلب اربعة يا استاذ نعم قال لك اجمع اللي تحت الاول عشان دي بتسهل الدنيا وفوق بقى خمسة في سلب خمسة بسلب خمسة وعشرين زائد تلاتة في تلاتة بتسعة خمسة في اربعة بعشرين مجف في سالب اوقع تنسى مجف في سالب السالب بيكسب يبقى سالب اتناشر يساوي سالب خمسة وعشرين ومجف تسعة يا ترى كام اول حاجة اطلع بالسالب طب بالسالب كام يا استاذ قال لك ستاشر وعشرين ناقص اتناشر يبقى تمانية يساوي خلي بالك احنا ممكن نجيبها لك يعني عشان تطلع عدد بسيط ويختصر ما يطلعيش كسر سالب ستاشر على التمانية يبقى سالب اتنين و تمانية على التمانية فيها كام واحد يبقى انا قدرت اجيب نقطة المنتصف وهو عطيني النسبة بطريقة ايه ها عطيني متطبقة او علاقة بيقولي ان ايه تلاتة الف جيم كان يساوي خمسة جيم با يعني مش عطيني النسبة مباشرة يبقى انا خليني فطن للمسألة واشوف هو عايز ايه هو عايز نسبة طب وماله اقدر اجيب لك النسبة وقلت لك الطريقة اللي احنا هنستخدمها اللي هي طريقة عكس عقارب الساعة ونسميها المروحة تسميها الدايرة زي ما نتسميها بأسم حد من الطرف الاول على الطرف التاني يساوي من الطرف الثاني على الطرف ايه الاول جميل خالص تعالوا نشوف نترة تانية من الافكار اللي عندي بيقولي برضو تمرين في الكتاب صفحة 11 رقم 4 بيقولي اذا كان الف بصفر وستة والباء بسلب 3 و 3 اوجد احداثي نقطتين عندي هون جيم ودال التي تقسم الف باء الى ثلاثة اجزاء متساوية في الطول تعالى تعالى معايا انت قلت ايه ارسم الاول انا محتاج ان انا ارسم ليه هيوضح للدنيا كلها ادي الف وباء الف ودي الباء وبيقولي هنا ايه باء جيم ودال النسب متساوية ثلاثة اجزاء متساوية يعني المسافة دي من الف لجيم هي من جيم لدال هي من دال لباء يعني لو قلنا دي بواحد دي بواحد دي بواحد مثلا تمام الالف بصفر وستة الباء سلب ثلاثة وثلاثة طب انت ما عندكش الجيم ودال ما احنا خلاص بقى عرفناها هنسمي دي سين وصاب وتعالى نشوف واحد يقول لي يا استاذ انا الاولى هتعامل معاها كأنها من الداخل برافو طب بنسبة كام ادي واحد وهنا واحد زاد واحد يسوي اتنين يا سلام عليك انت ولا تشاطر يبقى النسبة اللي عندي ميم واحد الى ميم اتنين هتسوي واحد الى اتنين بس خلاص خلصت واشتغل عليها بقى النقطة الاولى صفر وستة سلب ثلاثة وثلاثة تعالى نشوف بقى نقطة التقسيم بتحتي كام كام سال كام واحد واثنين تب بحطها داخل دايرة عشان ابدأ بيها شوف الكلام بيجيب نفسه ازاي يبقى هابدأ بفوق واحد في سلب ثلاثة اتنين في صفر واحد في ثلاثة اتنين في ست اقول له النقطة جيم شوف كبير ازاي من الداخل يبقى الاشارة موجب فوق ضرب يا استاذ بضرب واحد في سالب ثلاثة بضرب واحد في سالب ثلاثة انت حضرتك قلتلي يعني ممكن اجيبها بكذا طريقة حط الميم الاول ميم واحد هنا وهنا ميم اتنين عشان اخلاص منها وتعالى برضو امشي مع الدوائر في عندي واحد في سالب ثلاثة اهي وعندي اتنين في صفر جميل واحد في ثلاثة اتنين في ستة ايه بقول له يساوي طبعا احنا بنخلص من المقام الاول عشان انه سهل واحد زادي اتنين بكام بتلاتة واحد في سالب ثلاثة بسالب ثلاثة اتنين في صفر بصفر واحد في تلاتة بتلاتة اتنين في ستة بكام باثناشر يساوي سالب ثلاثة زادي صفر بسالب ثلاثة على ثلاثة بسالب واحد ثلاثة زادي اتناشر خمستاشر عالثلاثة فالخمس انا جبت النقطة جيم بسالب واحد وخمس واحد يقول لي يا استاذ انا دال دي هجيبها بطرق طيد بس طبعا انا عايز السهل السهل إن دال دي تقع في منتصف جيم دال يبقى جيب قانون منتصف واحد تاني كان يقول يا أستاذ دال بنسبة اتنين إلى واحد أقول له طب أنا حد يسيب السهل ويروح للصعب أكيد لا يبقى أنا على طول أشغل دماغي وأقول يا أستاذ إن النقطة دال تقع في منتصف جيم باء وطبق عليها قانون منتصف فأقول له دال في منتصف القطعة جيم باء يبقى أنا عندي كافة منتصف طب أفكرك بتاع المنتصف إيه مجموع السينات على اتنين ومجموع السادات على اتنين صغيرة هي طب السينات بتعمين جيم وباء حط إيدك عليها سالب واحد وسالب ثلاث هدي سالب واحد وسالب ثلاثة نحطها في قوس خمسة وثلاثة السادات يساوي هنا اتنين اجمع سالب واحد وسالب ثلاثة سالب اربعة عندي خمسة زائد ثلاثة تمانية طب أنا عندي هنا سالب اربعة على اتنين بكام بسالب اتنين وتمانية على اربعة فيها كام تمانية على اتنين فيها اربعة إيب أنا كده إيه جبت المسألة اللي هي إيه تعال نشوف ناخد مسألة على الخارج بقى دعنا نشوف الفرق احنا عرفنا الفرق إشارة بس برضو ايه نشوف بيقول لي ايه اوجد إحداث النقطة جيم التي تقسم ألف بق من الخارج ارسم ارسم يا ابني ارسم يا حبيبي اهو ألف وبق حط الجيم هنا الالف بسالب اتنين وثلاث الباق بسالب واحد وسالب واحد الجيم مش عارف اللي هي سين وصاد طب النسبة واحد واثنين بنسبة واحد إلى ايه إلى اتنين تعال نبقى نكتب نكتب زي ما علمتك الجدول اكتب بالنقطة الاولى سالب اتنين وثلاث سالب واحد وسالب واحد النسبة واحد واثنين بس حطهم لفين اوقات انسى داخل دايما وهنضرب من فوق يبقى انا عندي هنا من الخارج يا استاذ نعم قال لك قوصين كبار والاشارات فوق سالب وهنا بتضرب جميل اوي طب انت عارف القانون اه ميم واحد وميم اتنين ادي ميم واحد ودي ميم اتنين ميم واحد اهي ميم اتنين اهي تعال اضرب باضرب من فوق ايوا واحد في سالب واحد واتنين في سالب اتنين واحد في سالب واحد واتنين في تلاتة يساوي اضرب اضرح الاول تحت عشان نخلص منها واحد في سالب واحد بسالب واحد سالب في سالب بموجب واحد في سالب واحد بسالب واحد سالب في موجب بسالب اجمع يبقى سالب واحد زائد اربعة مجب ثلاثة على سالب واحد يبقى سالب ثلاثة سالب واحد وسالب ستة سالب سبعة على سالب سالب يروح مع السالب يبقى مجب سبعة يبقى أنا جبت النقطة بايه بالتقسيم من الخارج تعال نشوف مسألة تانية في الكتاب أيضا صفحة 11 رقم 2 بيقول لي اوجد احداث جيم اللي تقسم ألف با من الخارج بنسبة ثلاثة إلى اتنين نفس الفكرة بتاعتنا ادي ألف باثنين وخمسة ادي الباق بسبعة وسالب واحد وعندي جيم برا ايه اللي هي سين وصاب أنا يهمني مين يهمني نقطة الايه التقسيم النسبة بتاعتي اتنين إلى تلاتة ايه اتنين وثلاثة وبحط داخل ايه دائرة طب النقطة الاولى اتنين وخمسة السطر الاول النقطة التانية سبعة وسالب واحد تعال بقى فكرني كده هده بنعمل ايه قالك بنضرب بس ببدأ من فوق ومن الدائرة الاول شايف الاسهم بتاعتك ماشي ازاي امشي مع انت بتكتب من الخارج انا بكتبها بس على اساس افكرك ان الاشارات سالبة فوق وتحت هنا ضرب شايف المسائل كلها زي بعض ازاي طب بعمل ايه احط ميم واحد طب ميم واحد اللي هي بكام باتنين هنا اتنين وهنا اتنين طب ميم اتنين بكام بتلاتة اهو تعال بقى نشوف الدرب بتاعنا كده ميم واحد في سين اتنين بكام بسبعة وانا عندي ثلاثة في اتنين اتنين في سالب واحد ثلاثة في خمسة يلا اضرب اتنين نقص تاتة بكام بسالب واحد اتنين نقص تاتة بكام بسالب واحد آه لا بس فيه احنا هنا عملنا ايه عكسنا لا دا هي نسبة تلاتة الى اتنين مع زرة لازم نعيدها تاني عشان نعكس انا عندي اتنين وخمسة وهنا سبعة وسالب واحد وعندي هنا سين وصاد النقطة عندي تلاتة واثنين هنا تلاتة وهنا اثنين كانت هتعكس معنا الحل ادي تلاتة ودي اثنين اثنين وخمسة سبعة وسالب واحد اضرب الخارج ليه عشان افكرك ان الاشارات سالبة تعالى ميم واحد بتلات ايوه فوق وتحت ميم اثنين باثنين اضرب تلاتة في سبعة واثنين في اثنين تلاتة في سالب واحد واثنين في خمس تحت بواحد يعني بعد كده ممكن نشيله تلاتة في سبعة بواحد وعشرين ناقص اربعة تلاتة في سالب واحد بسالب ثلاثة ناقص عشرة واحد وعشرين ناقص اربعة كام سبعتاشر على الواحد يبقى سبعتاشر فاصلة سالب تلاتة وسالب عشرة سالب تلاتاشر على الواحد يبقى سالب تلاتاشر كده انا ايه قدرت ان انا احلها وانتبه ان انا عندي ايه من الخارج والنسبة 3 الى 2 مش 2 الى 3 السؤال ده برضو رقم 3 في كتاب المدرسة هو عطيلك 3 نقاط وبيأكد بقى عليك بيقولك او جدال التي تقسم الف بق من الداخل بنسبة 2 الى 1 وعايزها التي تقسم بق جيم من الخارج بكام بنسبة 1 الى 2 يبقى انا عندي محتاج ان انا اكتب النقاط بتاعتي ادي الف ب2 و5 البق بسالب 1 وسالب 1 الجيم بسالب 2 و3 طيب هو عايز دال هنا ادي دال بنسبة 2 الى 1 جميل وعايز الهاء يعني الهاء بنسبة 1 الى 2 1 الى ايه الى 2 جميل خالص تعال نشوف ملاحظ حاجة الى 2 من الداخل يبقى انا هعمل هعمل لك واحدة ايه هقول لك ادي 2 وادي الواحد النقطة الاولية 2 و5 النقطة التانية سالب 1 وسالب 1 طيب دي مين دي دي انا هجيب له الداخل جميل خلي بالك ايه داخل يبقى الاشارة موجب طيب تعال نشوف النقطة التانية النسبة 1 و2 ادي 1 ادي 2 بين باق وجيم ادي الباق ادي الجيم جميل خالص يبقى اقول له الهاء نفس الفكرة دي برضو منين من الايه اه ده هو عايزها من الخارج اه هنا بقى ايه لازم نخلي بالك الهاء مش احطها هنا حطها برا يبقى انا عندي الهاء من الخارج الاشارات سالبة وهنا ضرب وهنا ضرب جميل خالص الاول نية 2 و1 اه 2 2 1 1 2 2 1 1 التانية 1 و2 نسبة 1 الى 2 1 1 2 2 1 1 2 2 بقى التعويض فقط ونخلص المسألة بتاعتنا انا عندي 2 في سلب 1 و1 في 2 2 في سلب 1 و1 في 5 النقطة التانية 1 في سلب 2 و2 في سلب 1 1 في 3 و2 في سلب ايه واحد وطلع بقى العدد هنا 3 2 في سلب واحد بسلب 2 زائد 2 بصفر وهنا 3 سلب 2 زائد 5 بتلاتة يبقى الناتج صفر وواحد اخر حاجة عندي هنا سلب 1 وهنا سلب 1 سلب 2 ماشي 1 في سلب 2 بسلب 2 ناقص 2 في سلب 2 هتبقى موجب سلب 2 وموجب 2 صفر عندي هنا يساوي هنا 3 وسلب في سلب بموجب 2 يبقى 5 الناتج الناتج بقى في الاخر خالص صفر وسالب 5 وكده انا حلت معاكم تمرين الكتاب اغلب تمرين الكتاب على تقسيم قطعة مستقيمة اذكر خدنا رجعنا القانون بتاع تلت اعدادي اللي هم المنتصف وخدنا السنة دي قانونين شبه بعض تماما التقسيم من الداخل والتقسيم من الخارج الى هنا ينتهي حلقة اليوم مع وعد بلقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته